أمام الكونجرس لجنة استماع عشان أي سفير بيروح بيعملوا لجنة استماع في الكونجرس انت رايح بلد معين فانه تعمل ايه واللي عندك من تقارير عن هذا البلد ففضحت جزء من مما كنا نعلمه لكن ما كانش عندنا يعني وثيقة مؤكدة في الام قالت ان احنا صرفنا حوالي 120 مليون دولار على منظمات مجتمع مدني من يوم الثورة 25 يناير لغاية النهاردة لغاية شهر 6 وان في 600 منظمة مصرية مقدمنا طلبات للحصول على دعم هذا التصريح اللي قالته ان باترسون يعني احدث نوع من الصدمة لدى من يعني يعمل بالعمل الاهلي والمجتمعي ويتجعل البعض يتردد بان بعض القوى التي شاركت في هذه الثورة كانت على علاقة بالسفارة الامريكية وكانت مشبوهة الى اخر من الكلام اللي اشيع لكن انا شخصيا يعني على حسب متابعتي وقراءتي انا ابرق الصورة المصرية من هذه التهمة بالذات التمنتاشر يوم وما قبلهما في فعل الصورة في حدث الصورة بعد ذلك اه صحيح بدأت امريكا تلعب على الصورة وتحاول ان تخترق الصورة وتعمل من خلال منظمات اهلية او منظمات لحقوق انسان او غيروب مش هي بس قطر والسعودية لعبت هذا الدور وابتلعب بقوة الان وعلينا ان ننتبه الى هذا الدور وبعض القوى الاوروبية تشتغل بقوة ايضا على منظمات اهلية او تسمى بنفسها منظمات اهلية الاخير وبالتالي مصر الان زي ما بقول المسأل بطنها مفتوحة الكل يلعب في هذا نحتاج الى اولا الى مصاق شرف وطني يضع يكون الشفافية اكبر عنوان فيه للمنظمات المجتمع المدني الاهلية اثنين نحتاج الى تفعيل قوانين الرقابة على اعمال هذه المنظمات بما لا يخل بادائها في مقاومة الفساد والاستبداد ونشر الحريات الى اخره لكن في المقابل نضبط هذه الحركات والطيرات في مجال عراقتها بالتمويل الامريكي والغربي على وجه الخصوص لانه مش عشان سواد عيوننا يعني هو لديه اجندة ويريد من هذه المنظمات ان تنافز هذه الاجندة وبالتالي علينا ان ننتبه ونحضر لها سواء على مستوى ذاتي للمنظمات او على مستوى رقابي على مستوى الدولة او مستوى من يدير الدولة لوضع ضوابط وقوانين في هذا الاتجاه البعض برضو عشان ما كنتش خليت اي حاجة بتتقل لحددك عشان يكون في منتهى شافية بيقول حضرتك بتؤكد واحنا معاك تلقى التمويل الامريكي ده شيء خاطئ بعض بيتهم المركز اللي حضرتك بتشرف عليه مركز يافا انه بيتلقى تمويل ولكن من جهة اخرى بقى ايران سوريا لبنان البحرين ترد عليهم وتقولهم ايه اولا يعني انا تمنى لو كان فيه شيء محدد يعني ان يظهر لكن عايز اقول ايه ان مجال الاشاعات والضغوط في هذا الامر وردة وعالية وشديدة ومحتاجة الى ان احنا نواجهها بالحقيقة يعني انا لبقول على الاساس معتز ببرنامجه انه برنامجه سعودي الاتجاه او وهابي الاتجاه وقدم ادلتي وواصلت اما اطلاق الامور بهذا الشكل ده عشان كده بتطالب بوضع آلية ووضحة للجميع انا طول فورا وتنطبق علي وعلى الاخرية ومحتاجينها دلوقتي قبل اي وقت اخر لكن لما بنقول ان ان باترسون قالت لدينا ادلة قالت ان ان باترسون قالت ان فيه 600 منظمة ولذلك انا اطالب وزارة الشؤون الاجتماعية انها تعلن بوضوح قوائب 600 منظمة اللي قدمت طلبات للصفارة الامريكية انا مستغرب الوزارة لغاية اليوم ما قدمت لناش هذر اقل سيد محمد اسمت صيف الدولة كان ضيفي اول امس وقال لي ان تم التراجع عن هذا الطلب لان امريكا هددت الحكومة بانها انتو ايه انتو عايزين تبينوا بقى وتلعبوا في المربع ده ده انا هعمل لكم مية قنبيلة كلام ده ممكن يكون صحيح وارد طبعا استاذ محمد ده اخ حبيب وصديقه من اهم الناس اللي شاركونا في فكرة كشف هذا المخطط وهذه الشبكة الامريكية التي تعمل ليس فقط لتخريب الصورة المصرية لتخريب النسيج المجتمعي المصري الممتد عبر الاف السنين في اللعب على قضية الوحدة الوطنية قضية الدين قضية الاعراق الآن يلعب في قضية النوبة غدا سيلعب في قضية البدو علينا ان ننتبه علينا ان ننتبه لمخاطر التي تلعبها هذه طبعا مش ده بس كمان الملف الوحيد يا سيد معتز ايه في ملف القروض مثلا يعني مع هذه الصورة تم استخدام وسائل عديدة من بينها مسألة التمويل لهذه المنظمات الاهلية والمجتمعية ودي جزء من المشهد مش كل المشهد عشان ما نقولش لهم لهم اهمية كبيرة اوي لهم اهمية بس مش كبيرة اوي في ملف اخر هو ان تقيد القرار السياسي لمصر ما بعد الصورة بالقروض القروض المشروطة التي تقدم الينا من صندوق النقد والبنك الدوليين او من بعض دول الخليج هذا ملف في منتهى الاهمية ومنتهى الخطورة لان اعلان التبرق منه مازال قائما حتى الان هناك اقاويل من داخل البنك والصندوق النقد الدولي ان الحكومة المصرية لم ترفض القروض لكن اجلتها كذلك بالنسبة لدول الخليج سيد محمد اسمن برضو اتفق معك في هذه النقطة وقال ان كان فيه في الاول قرار برفض قاطع لكل هذه القروض وكل هذه المنع وبعدها تم الالتفاف حوله او الرجوع في هذا القرار تحت الضغوط بالضبط وده نعتقد ان في منتهى الخطورة انا كتبت مقالة بمناسبة دي كان عنوانها ان الملوكة اذا اقرضوا صورة افسدوها ان الملوكة قوي على وزن الاية الكريمة يعني ان الملوكة اذا دخلوا قرية افسدوها فبالتالي الملوك اذا ارادوا ان يفسدوا قرية والملوك دول بالمناسبة هما جزء من المشروع الامريكي في المنطقة واعلمهم جزء من المشروع الامريكي في المنطقة اعلمهم ليس اعلام خبر امين لكن إعلام صناعة خبر وتفكيك دول موحدة لتصبح أشباه دول وليس إسقاط أنظمة تفكيك أوطان وعلينا أن ننتبه للفارق بين أن تسقط أنظمة مستبدة وأن تفكيك أوطان مستبدا طب حلو أول أنك وصلت للتعبير ده عشان يقودني لسوريا اللي حضرتك بتختلف مع ناس كتير أو بتقول أن ما يحدث في سوريا هو إسقاط دولة وليس نظام في حين أن الناس كتير أو شايفة أن النظام فاسد ومتجبر ومارس شراسة وألاف القتلى كما حدثت من أبوه قبل كده سنة 82 إذا ما خنتنيش الذاكرة وحضرتك الوحيد أو من القلب حشان ما درش أقول الوحيد اللي بيقولوا أن ده إسقاط دولة وليس النظام بالطب شوف أنا من الذين يضعون بوصلة واضحة عندما يحللون قضية سياسية شائكة عندما أجد أمريكا وإسرائيل والغرب في ضفة من النهر هل تزم الضفة الأخرى من النهر حتى لو لكن الأمر غمض غير واضح عندما تساند أمريكا والغرب بعض صورات المنطقة من قسين بعض الصورات اللي أنا لا أعترف إلا بالصورة المصرية شكل أساسي وطور التونس بعض صورات المنطقة فعلي أن أنتبه هناك أهداف أخرى تريدها أمريكا وإسرائيل والغرب من النفط إلى إسرائيل سوريا التي نتحدث عنها بها فساد أعلم من هنا من شاشتك يعني بها فساد بها استبداد بها مشكلات تنحو وتشطاق إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي لكن بها نظام ساعد المقاومة الفلسطينية لكي تنطفض مرتين بها 14 فصيل فلسطيني يأخذون من دمشق مقرا لها وتوفر لهم الحماية ولو أنا مش عايز أحميهم كنت تردتهم وساومت عليهم كنظام توفر لهم من خالد مشعل إلى رمضان شلح إلى أحمد جبريل إلى غيرهم من قادة الفصال الفلسطينية الذين يدورون العمليات الاستشهادية والجهادية من قلب دمشق لو أن هذا النظام مثل نظام الكنز الاستراتيجي لحسن مبارك لكان تخلص منه والأهم من كل هؤلاء هو مساندته لحزب الله حزب الله لم يكن لي ينتصر في مايو سنة 2000 ولا 2006 لولا السواريخ التي كانت تعبر إليه من سوريا السواريخ دي مش نازلة كده بالبراشط من فوق بيروت الطريق الوحيد والأساسي لدعم حزب الله بالسلاح وبالمساندة الشعبية والجماهرية إلى غيرها عبر دمشق في نص مليون فلسطيني يعيشون أكرم من السوريين أنفسهم من سنة 48 في دمشق ولا تجرؤ عاصمة عربية من عاصمة التي ترتم بالصورة زي قطر وغيرها دي على أن تستضيف عشرة فلسطينيين هناك لأن أمريك لا هي تستضيف قاعدة العديد لكن ما تستضيفش فلسطينيين مقاومين شرفاء في 2 مليون عراقي هم نواة المقاومة العراقية ضد المشروع الأمريكي يعيشون في دمشق عندما أقرأ هذا المشهد بهذا التركيب يا أستاذ معتز أقول إيه أنا مع الإصلاح ومقاومة الفساد والاستبداد في سوريا ولكني ضد إسقاط النظام السوري بهذه الطريقة الأمريكية التي تريد مع إصلاحه وإسقاطه بالشكل الديمقراطي الذي يريده الشعب الديمقراطيا ولكن اللعبة التي تجري للنظام هناك ليس هدفها على الإصلاق إصلاحات هدفها تفكيك علاقة هذا النظام بالمقاومة الفلسطينية بالمقاومة العراقية بالمقاومة اللبنانية وستثبت لكم الأيام هذا الأمر الذي يجري أمريكا ليست حريصة على الشان حرائر سوريا ولا حرائر ليبيا ساركوزي بيمنع المرأة من الحجاب هيبقى حريصة على حرائر هذه البلاد ولا حريصة على حقوق إنسان لو أنهم حريصين على حقوق إنسان في سوريا لكان انزعج لحقوق الإنسان في فلسطين لكان انزعج لقيادة المرأة الممنوعة جدا في بلاد الكفيل الذي يقتل الناس ويجلد الناس باسم الكفيل لكنه ليس حريص على حقوق إنسان هو حريص على تفكيك علاقة هذه البلاد بالمقاومة ثم ضخ كمية من الأكاذيب والإعلام المبرمج عبر الجزيرة والعربية وغيرها للقول بأننا أمام صورة نحن أمام أشواق شعبية للتغيير لكن ينبغي أن يكون التغيير في داخل الدولة وحفاظ على إطار الدولة وعلى علاقتها بالمقاومة وليس قفزا على هذا الملف الذي إذا ما نجحوا فيه سيتفكك الشرق سوف يكون أكبر خطر على الصورة المصرية الصورة المصرية إذا سقطت بلاد المقاومة أو خيار المقاومة للمشروع الإسرائيلي هتصبح مجرد صورة عشان عيش وشوية عضاء في مجلس الشعب إذا لم يلتصق مشروع مقاومة إسرائيل بأي صورة من المصورات لا تصبح صورة في تقديري ده تاريخ ده طبيعي تاريخ المنطقة وده حقيقة المنطقة هذا الأمر أنا بسحبه بقى على ثورات المنطقة بعض الملاطق زي اللي بيحصل في اليمن حق وصورة حقيقي لأن ده نظام بالفعل متركب على خدمة واشنطن وخدمة الغرب ولذلك هما بطوالوا في نفسه ليه ياخدوه مرة جدة ويعالجوه ويعملوه عملية تجميل ويحاول يعملوه عملية تجميل للصورة شبيهة بعملية تجميل اللي جرت لعلي عبدالله صالح ثم تفشل ثم تفشل إلى آخره لأنه لو عايزين يخلصوا عليه إذا ما خلصوا على القذافي كان خلصوا عليه خلصة القصة بسهولة أمريكية وأوروبية لكن لأنه رجل رجلهم في هذا الأمر فيحاولون إجهاد الصورة في اليمن القصة في البحرين قصة تغييرات شعبية حقيقية تريد الأغلبية وفي البلد صغيرة يعني حوالي مليون تقريبا تريد إصلاح دستوري في إطار الملكية الدستورية بالمناسبة مش في إطار صورة لكن قوبلت وده برضو شيء اللي يوقف يحيرني قوبلت بجيش دولة أجنبية يدخل على شريك بح وهو السعودية في حين أنه يعني لما نجي نتكلم على الجيش السوري بكل ما يرتكبه فهو في الآخر بيدخل مدينة سورية لكن لما محدش بينطق عن الجيش السعودي اللي داخل البحرين من باب الأمانة الإعلامية ومن باب الأمانة السياسية ومن باب عدم الكيل بمكيالين بالنسبة للغرب أن يدين هذا ويدين ذاك لكن اللي بيحصل قدامنا أنه إحنا قدام كمية هائلة من ضخ قنابل الدخان حتى تتوه أمامنا الحقاق أنا شخصيا لمشتيها قدامنا الحقاق أنا شايف أنه في مشروع لتفكيك الأوطان التي تقاوم ومشروع للقفز وإفساد الصورات الحقيقية كما يجري مع الصورة المصرية وأنا لذلك أقاوم هذا المشروع طيب إزاي أنت بتقول أن كل المطالبات الشعبية في سوريا مقتلبات حقيقية للديمقراطية وهي حقه ويجب أن تتم ولكن من خلال هذا النظام من خلال المجتمع لا من خلال مثل النظام شوف أنا بفرق في المعارضة السورية بين ثلاث أصناف من المعارضة كويس أنك تسأل سيئة ده عشان نفسر شوي المعارضة السورية الداخلية السلمية وهذه على الرأس ونرفع لها القبعة وهم كثر وهي الأساس اللي في الداخل بالمناسبة هذه المعارضة المعارضة في الخارج بعضها وطني والبعض الذي يقوده بيرنر ليفي الجسوس اليهودي الإسرائيلي اللي عايش في باريس وعمل مؤتمر لهؤلاء المعارضة في باريس من شهر ونص هذه معارضة مرفوضة وانت المفروض ترفضها أي واحد يرفضها اللي يكون فيها بيرنر ليفي وجزء من المعارضة اللي في الخارج جزء وطني محترم يتفق مع المعارضة اللي في الداخل وأن الإصلاح يأتي في إدار وحدة الوطن وليس قفزا على وحدة الوطن المعارضة التالتة وهي المعارضة المسلحة في جماعات مسلحة لديها رؤية وبرنامج سلفي أو إخواني أو غيره أو غيره في مراطق الحدود وعلى تواصل مع قوى أخرى هذه جماعات مسلحة ليست جماعات معارضة وطنية تناضل نضال وطني سياسي كما كانت تناضل المعارضة المصرية الوطنية هذه تهدد سيادة الوطن زي ما حدث في لندن لما قامت بعض الجماعات تدخل الجيش تدخل البوليس سيادة وطن تلات أنواع من المعارضة تم خربطتهم مع بعض عبر قناة الجزيرة وتم تبلعهم لنا أو محاولة تبلعهم لنا أن كل دول اسمهم الثورة السورية هذا غير صحيح القوى الوطنية السورية التي في الداخل وبعضها في الخارج هذه ينبغي أن نساندها وأنا أعتقد أن النظام نفسه مجبر على مساندتها وهذه مع الإصلاحات وينبغي أن نكون جميعا معها من أجل الإصلاحات ومن أجل مشروع وطني مقاوم للمشروع الإصلاحات